إياد الموسمي في هذه الجولة مرسل القاهرة الإخبارية من عدن إياد أطلعنا على المستقدات يعني بالأمس كان هناك مسيرات وزوارق والآن استكمال وبالأمس ذكرت أن هناك تكثيف شديد اليوم ما هو الوضع القائم؟ إلى اللحظة هاجر لا وجد هناك أي أحداث في البحر الأحمر إلى اللحظة لكن كما حدثتك أن الأحداث كانت في الأمس خلال 24 ساعة الماضية يعني الأحداث مرتفعة جدا وهناك هجمات وصد هجمات هناك استهداف للسفن الإسرائيلية كانت بينها أحد السفن هذه الإسرائيلية التي استهدفتها الجماعة بأكثر من قارب مسير بالإضافة إلى استهداف أيضا سفينة شحن يونانية وتحمل زيت نباتي بالإضافة إلى سفينة أخرى ترفع حلم بالو تم استهدافها في البحر الأحمر أيضا الولايات المتحدة الأمريكية صدت هذه الهجمات بالإضافة إلى أنها دمرت بعض الزوارق وأيضا بعض الطائرة المسيرة منها في سماء البحر الأحمر وأخرى كانت في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة هناك معلومات هاجر تتحدث أن نتيجة الأحداث أمس توفي أو مقتل أحد العناصر المسلحة لجماعة الحوكين أثناء مداهمتهم أو أثناء مطاردة أحدى السفن التجارية كان هناك اشتباك بين سفينة تجارية وأحدى القوارب التي كان بينها مسلحون يحاولون اعتلاء السفينة وحدث اشتباكات وتوفي شخص على الأقل وجرح البعض الآخر لكن السفينة على مدونها قادرت المنطقة وواصلت رحلتها إلى ميناء الاتصال التالي هذا فيما يتعلق ببعض التفاصيل لأحداث أمس أيضا كما حدثتك أن هناك كان ضربات شبه مكثفة لحماية السفن التجارية أيضا هناك كان تدخل للمهمة الأوروبية لمرافقة بعض السفن وأسقاط بعض الطائرات المسيرة في سماء خليج عدن كان الأمس يوم عصيب حقيقة بحسب التقارير وبحسب الأنباب والمعلومات التي حصلنا عليها هناك أكثر من ثلاث سفن حاول الحوثين مهاجمتها تم إطلاق بعض الصواريخ على بعض السفن بعد أن تم اعتراضها بالقوارب المسيرة والطائرات المسيرة هناك حقيقة تم استخدام صواريخ باليستية أيضا أعلن الحوثين عن عملية مشتركة مع فصائل عراقية لا نعرف تفاصيل هذه العملية لكن في المجمل أعلن الحوثين أنهم نفذوا عملية مشتركة في البحر الأبيض المتوسط ما تحدثنا عنه في مناطق سيطرة اليمن أو مناطق الخاضعة لسيطرة الحوثين سواء في البحر الأحمر أو هنا في خليج عدن من أحداث باتجاه البحر ترجمة نانسي قنقر